الأب إذا طلبت الطلب ونفسه يسوي لك لكن ما يقدر لأن ما عنده فلوس ما عنده إمكانية ترى هذا الشيء يقطع قلبه من جوه سلام عليكم سلطة جديد دهت الوقت على السلام علي النبي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللي ما يدري ترى الفترة اللي راحت كلها أنا قاعدة بث على التويتش مثوث يومية تصل إلى 4 ساعات 5 ساعة زي كده فرابط تويتش حقي في الوصف الله يحييكم جميعا تعالوا يمكن تدخل على الرابط حقي وتلقاني سببت أصلا اليوم ما تدري الله أعلم فأتمنى تعجبكم بثوث بإذن الله المقطع اللي يجب أن أتخير هو الجزء الثاني من صور معبرة لواقع النعيشة الجزء الأول عجبكم فقررت أن أعجيب مقطع جزء ثاني لو تبغون جزء ثالث برضو حطوا لايكات مرة كثيرة على المقطع عشان أعرف أتمنى مقطع اللي يمعجبكم خلونا نبدأ في الصور إن شاء الله تعجبكم ونشوف آراءكم عن الصور في الكومنتات عندما شفنا في المقطع اللي راح يالله نبدأ أوكي جزء أتخير الصورة الأولى اللي عندنا زي من لاحظ في ناس قاعدين في زي المسبح وواضح إنه المسبح اللي لونه أصفر الموية لونها أصفر اللي تحتهم عبارة عن أوصاخ منهم أو عبارة عن حاجة مشتركة بينهم وواضح إنها ما هي هي الصعب أو هي الغريبة أو هي الخارجة عن المألوف لأن لون الموية اللي تحتهم ما هو نفس اللون الموية الأصلي بينما الشخص اللي في الوسط وعايش في الموية اللون الأصلي اللون الطبيعي اللون اللي المفروض أنه دول اللي يأشرون عليه بأنه هو الغريب وأنه هو المختلف فيهم المفروض أنه تكون لون الموية تحتهم نفس لون الموية حقه فاللي فهمت من الصورة هذه أصبح الشخص اللي صح هو الغريب في هذا الزمان ففي أشياء في حياتنا الآن فعلا نواجه هذا الشي فيها الشخص الصح هو الشخص الغريب والأغلب يأشرون عليه أنه هذا الشخص عجيب غريب ليش فكر كذا بينما هم الغريبين والعجبين واللي ما تدري ليش هم يفكرون كذا صورة جدا خرافية وعجبتني اوكي الصورة اللي بعدها عندنا تقريبا أحسن تشبه الصورة شفناها في المقطع اللي راح نفس الناس اللي كانوا مطلعين راسهم من فوق العشب ويجي واحد كده يقص راس أي شخص يطلع يطلع عن المألوف أو شيء زي كده فهنا كنا شوف حمار الله يكرمكم عيونه متغطية بالجوالات أو بالتكنولوجيا الجديدة واللي موجود فيها سواء كان صحيح أو خطأ فهذا الشيء أشوفه فعلا مو على الكل ينطوق لكن في فئة كبيرة جدا فعلا بس غمض عينها حاطين روسهم كده في التراب ما هم إلا ما يسمعون ولا يحاولون يروحون يثقفون نفسهم أو أنهم يتأكدون من مصدر معلومة أو أنهم لا بس خلاص شافوا شيء يلا مع الخيلة شقرة على قولتنا هنا يلا معه اتبع 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 فهذا اللي فهمت من الصورة ما أدري هل هذا اللي فهمتوه ولا فهمتوه شيء أعمق اكتبوا لي رأيكم عن الصورة في الكومنتات أوكي الصورة اللي بعدها ماش ما قدرت أفهمها صراحة قاعدين نشوف زي الشخص عنده كلب الله يكرمكم وعنده زي الخراف واضح أن الخراف هذه هي الحلال حقه وهو ممكن يكون الراعي والكلب هو الحامي لهذه الخراف ونشوفهم أشهر على مكان فيه له زي العشب هناك فوق ما فهمت صراحة نفهم برضو أنه إيش قصده ما برضو ما ديش فين يعلق مخي ما دي الصور مرة مواضحة أبدا بالنسبة لي ما هي قاعدة تدق أي جرس في رأسي لكن ممكن اللي فهمتوه أنه ممكن أنه بعض الناس الأغنياء في وقوع الأزمات في وقوع الأشياء تشوف مثل ومثل الصنم ما غير يتفرش كذا من بعيد ما يساعد ما يسوي ما أعرف هذا اللي أنا قدرت أفهمه إلى الآن صراحة أوه صورة معبرة صورة خرافية مرة هذه الصورة يا جمعة الخير زي ما نشوفه قدامنا ناس لابسين كرافتات ولابسين مسكن شناطم وكذا وقاعدين يناظرون في سطل البوية اللي مكبوب على الأرض سطل البوية هذا أنكب على الأرض بسبب أنه الدهان اللي كان يدهن المنشأة حقتهم يبدو أنه طاع من فوق وزي ما نشوفه هنا في الخلف موجود هنا طاح وهذا الدم واضح أنه ميت أو مغمى عليه في حالة خطيرة وهذه الفرشة اللي كان يدهن فيها فقط التوازن أو شيء وطاح ومات سيمكن زي ما شوفينا كل الناس انتباههم مع سطل البوية هذا يدلك على أن كل الناس أو الناس المهتمين أو أصحاب المنشأة هذه بالهم مع الفلوس هذا الشخص طز فيه طز فيه ولا تقوله خبر ولا همهم وهذا ذكرني بصورة شفناها في أغرب الأشياء اللي يمكن تشوفها في الصين لما شفنا عمارة تمبني وحاطين شبك لأنه الناس اللي ينتحرون جدا كثير اللي من البنيين وكذا فهذا يحسسك أنه فيه ظلم كبير خطوصه في هذا المجال في الشغلة دي شيء عجيب الله لا يبلانه فعلا واقع نعيشه من جد الصورة اللي بعدها خلوني أعطيكم فلسفتي اللي يفهمتها فيها زي ما نشوف قدامنا ثلاثة أشخاص مشردين يطلبون الفلوس من الناس فيه ناس يتبرعون أنا اللي فهمتها زي ما نشوف المشرد هذا واللي في الوسط واللي في الطرف هنا ما عنده ولا شيء واللي في الطرف هنا يمكن أنتم ما تشوفونها واضحة لكن أنا شوفها ما عنده ولا حاجة زي القبعة هذه فارغ بينما اللي في النص عنده فلوس مرة كثير اللي فهمت من الصورة هذه أنه للأسف فعلا فيه ناس ما يتشجع أنه يتصدق أو أنه يعطي فلوس إلا للمكان اللي فيه أوريدي فلوس كثير نفسيا سبحان الله ما تدري ليش يعني مثلا هنا هنا أوكي هو هنا مليان ما شاء الله فلوس هذه شافت هذا ولا شافت هذا لكن ما عطتهم عطت هذا اللي أوريدي عنده فلوس طب ليش ما أدري هذا اللي أنا فهمت من الصورة يمكنك في شيء ثاني ما أدري أعطوا أني رأيكم عن الصورة أوكي الصورة اللي بعدها كما يبدو أمامي اللي أنا فهمته أنه هنا حاطين لذوي الاحتياجات الخاصة حاطين لهم سهم فيبدو أنهما هذا مكانهم لكن هنا فيه زي الأشخاص حاطين تلفاز وقاعدين موجودين هنا يعني ما فيه احترام لهذا الشيء اللي المفروض أنه الدرب حقه يكون مسهل لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة فلما يشاف المكان مشغول هنا وزحمة قرر أنه يطلع مع المكان اللي يطلعونه الناس طبيعين اللي هو هذا عبارة عن درج زي ما نشوفه ماسك حاجة هنا يمكن عنده نوعا ما تعب في المشي أو ما إلى ذلك هذه اللي أنا فهمته لو هذا المكان كان شاغر كان هو قدر يمشي من هنا ويدخل على المحل اللي بغاه على طول سيده والله أعلم أوكي الصورة اللي بعدها صراحة جميلة جدا ذكرتني بصورة البنك اللي شفناها في الحلقة اللي راحت برضو في ناس هنا قاعدون يوقفون على ظهر الناس اللي يشتغلون الناس اللي تتعب ويأخذون إنجازاتهم ويمشون ولا زالوا الناس ذول يشتغلون زي ما نشوفه قاعد يزراع وواضح أن يزراع التفاح أو تجر التفاح دي من أول وكل شي وذول الناس يجون أي شي يكتفون التفاح ويرحون يبيعون ويكتفون الفلوس معهم وهو يسعى ولا أعبروه ولا أعطوه حقه ولا أي شي فعلا واقع نعيشه أوكي الصورة اللي بعدها أتوقع لنا لأنه في الخارج ترى عندهم معاناة من هذه النقطة أنه الأغنياء لهم تعامل خاص جدا 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 هذا الشي اللي أنا لاحظته في أكثر من مقالات وأكثر من ناس مستعين بسبب هذا الشي يعني ناس من جد ما أهمها للفلوس زي ما نشوف اللوح اللي قدامنا مكتوب هنا ريتش ريتش يعني غني أو هنا بور بور يعني فقير فصورة الأولى زي ما نشوف هنا عدد الناس الفقراء خلاص وعدد الناس الأغنياء يعني تقريبا هذول عددهم ربع ذولة ولكن الأثقل هم الفقراء تمام فجأة راح جزء من الأغنياء هنا راح جزء منهم إلى الفقراء لكن الغريب إيش أنه الأغنياء صاروا أثقل شوية فصار الوضع تأوازن راحوا كل الأغنياء لطرف الفقراء أصبحوا فقراء كلهم لكن باقي واحد غني وكان هو بثقلهم كلهم هنا أنتوا لا تفكرون فيها كثقل وميزان فكروها كاهتمام وكرعاية وكأنهم ينعطون وجه وكأنه معاملة خاصة وكأنه واصطات تخيلوا هكذا هذولا كانت واصطاتهم أكثر راحوا هنا راحوا راحوا شوف هنا هذا الواحد واصطاته معاملاته تهرب من الضرائب أشياء كثير مرة يعدي فيها زي السلام عليكم عشان كده تفقله أكثر من ذولا كلهم اللي إيش في تدقيق غير طبيعي عليهم شي عجيب وواقع نعيش خصوصا في الخارج أو يا جماعة واو 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 الصورة هذه ثرافية بشكل غير طبيعي طبعا أشراحكم الصورة في بداية هنا شوف أب وأبنه والابن مواضحا معاها هدايا الأب وأشتراها له بسطة وفرحة هنا شوف الطرف الآخر أب وأبنه وواضح من ملابسهم أنا كده مخيطة معنى أن حالتهم على قد حالهم ما عندهم ذلك المقدرة المالية أنه يقدر الأب هذا يسوي نفس ما سوى الأب هذا مع ابنه لكن فين العبرة في الموضوع ذا الآن صاروا من جد الناس صاروا الأطفال فاهمين بهذه الشغلة لدرجة أنهم هم صاروا يغطون عيون آبائهم ما يطلبون آبائهم لأن ترى الأب إذا طلبت الطلب ونفسه يسوي لك لكن ما يقدر لأن ما عنده فلوس ما عنده إمكانية ترى هذا الشي يقطع قلبه من جوه هذي يحطها في إذنكم مية في المية ما في أب في هذه الحياة نفسه يجيب لك شيء لكن ما يقدر اعرف أن هذا الشي يقطع من الداخل تكتلع غير طبيعي فالصورة الخرافية هذه قاعدين نشوف مدى مراعاة الأبن للأب وكيف هو فاهم أبو وكيف هو عارف حالتهم فقام يغطي الأبو يغطي عيون الأبو عشان الأبو ولولي لحظة حتى لو الأبن ما طلب يمكن الأبو يجيه شعور اللي ياريت أنه أنا عندي إمكانية عشان أقدر أجيب هدايا لأولادي وينغبن من الداخل فإجماعة الصورة خرافية هذا اللي أقدر أقوله صراحة ما أدين أنتو إش فلسفتكم اللي تقدرون تشوفونها من الصورة لكن هذا اللي أنا قدرت أستنبطه خرافية 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 صورة بطلة ننهي فيها مقطعنا للليم أكيد ما تقلق كذا كوي صوتك تنيم أتمنى مقطع لهم عجبكم لا تسحطون اللايق تبتبوني رأيكم على المقطع في الكومنتات وبس أتمنى مقطع لهم عجبكم إيش أكثر صورة من جد عجبتكم حسيت أنها معبرة من جد إذا تمون جزء ثالث حطوا لايك على المقطع عشان أعرف وبس هي كان عندي كامعاكم يوسف سبحانك الله بحمدك أشهد أن أستفرت وإليك السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر